مرحبا بكم اليوم جاء لدينا كعكة تمر كعبتين اعظم ورشة ملح وقمح الكامل وفاني وراني نرتجل في الوصفة لا يوجد وصفة حاضرة وحطيتها وقلت نصور معكم لدي 240 جرام زبدة بحرارة الغرفة وإلا سخنة في الميكرو وانت قمح الكامل قمح الكامل لتضيط على التكستور إذا تبدا سيلة تقول لها نقصة في رينا بعد التجمز الزبدة يبس لك على اللخ احضروا بالتكستور نخلط كل مع العظم لتخلط في الجنس لنجب كعبر ونزيد اعظم القشور البردقين ثم نضيف الزهر ثلاث موارت ثلاث موارت ثلاث موارت ثلاث موارت ثم نضيف الزبدة على الماء نضيف الزبدة لنضيف الزبدة سوف نضيف الزبدة الزبدة نخلط كل طواب بلق دي او كما نلوه الماذبية مش بداية تكون بمغرفة حكاية لوح ولا حاجة خشينة عريضة باش ما تبدش تلصق في اليد هكما نزيل تاكما بلولة بلق دي بلق دي باش نزيد نصف كيس تقريبا كيسي تكتب المزيد ستاعى دي بلق دي بلق دي باكو قم بتزيد كيسة بالتاكس نضع دي باكو أضع مزيدة نضع الان وضع الدين بالحضور اضع ندوط كيسة ثم نزيد نصف كيس اخر او كقدر نركز لكم هنا نطول عليكم شوية اما نركز معناها كيفاش العجينة بتاع البسكويت ولا سابلاي تتلمي بطريقة هذي كما تتلمي ما تتعجنش عجناء حتى باليد باليد نبدأ و ندخله في العجينة بين سوابعنا ليس بالبونية نعج و نخدمه الجلوتين او كما ترى و نغفز فيها معناها بداية ثم نزيد نصف كيس ثاني و نزوز كيسين ونصف و هناك التكستور و ندخل او كقدر اعلان صفحة و ننصف حتى نرى الاخر لحظة و نخلط فيها تخليط نرى التكستور حفرة لا يجب ان ترتد معي يجب ان تغرق سلمة و تقعد غادي نعرفها جينتنا ناجحة كي نبدأ الباة تمر الباة تمر غمرت عيني و نجري حصيل و خذيتها ثم نجري حصيلها سكر مختلفة سكر مختلفة سكر مختلفة سكر مختلفة و تقريبا تتكلم تقطيع سكر و الأحيان تمر نحيت على الجنب والغلوكوز نحيت على الجنب والطرف ايراني نحيت للاقلوب وشللته مليح ونرحيه نحيت على الجنب والبلندر تفوحه بمغرفة ونصف صغيرة قشور بوردغير ومغرفة ميورت اختياري 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 هذه القمرة نيجح محبا واحد في целمن هو نضع الزيت و نضع الزيت و نضع الخليط و نضع كيس أخر ثم نضيف كوكو تقريبا بأس غير بوع نخلط حتى يكون مكبوز يجب أن تلصق على خاطره يجب أن تلصق ويجب أن نقوم بلدية بالزيد لا نحب شي شيح أكثر من هذا لا ننسى الوات كوكو لا نحب شي شي تكسر الزيد لا نحب شي شي تكسر الزيد يجب أن تلصق عجينة كمنا تلصق أمور واضحة البات كيف واضحة ارتحت كين وقلينة قد تلصق قد تلصقها بمنديلة سوف تلصقها لا نحب یہاً أولاً خلصتك عبورة وحلتها بالقلق لا نحب شي شيء لا نقوم بأسفل لا نقوم بأسفل لا نقوم بأسفل ونقوم بأسفل أخذتك لا نقوم بأسفل قصيتها كما كعك الورقة وبليت دايب الزيت كالعادة قبل ما نمس التمر ومن بعد نحل التمر بطريقة ذيك كينك تعمل في كعك ورقة ونحطه كالزيد نحيه ونحطه فوق البات ونعملهم دورة وربعة نقلع بالسكينة كيف يمكنك تعمل بالسكينة بل أنت تعمل في كعك الورقة بل أنت تعمل في كعك بطريقة هذه يجب القلب وقلب عليك الحكاية كمالت هذه وزدت معهم شوية اخر من بعد كيف وهاكية وبعد تجلب القلب المعمول حضروا فيسا الغالب لا نحب الحصر نحب دماء قصيتها هذه هي سيدك البودان هذه تعملي كعبتين نحلها الساعة من الأول خطرها غشينة نحلها وبعد نقسمها على اثنين وكل كعبة نحلها ونعملها كعكة لا يجب أن نسكرها كما كعك الورقة بضعبتك أو لصق تلسيق أو كعبة لوز لصقهم يلسقوا معناها سهلة إذا لم يكن لديك قلبة ثم 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 وثم كذا أنا مكاكة كعابر كعابر نكعبر بالكعبورة ونضع على جنب فك الشقالة لا يجب أن يكون شكلها مزوق ونقوم بالقالب كملت كعبرتهم ومشيت لكتمر كل عدم باليداية بالزيت ونكعبر رصاتي من بعد نقص فيهم على اثنين لان ننزل عليه ومشيت لتنها ونقص فيهم وقص في المقصة لأنها أكبر من قائبة فلا تسكروا انا كانت دائما كيكة باستخدامها وكالكعبة الأولينية لا يجب أن يكون مكاكة وميزان هذا هو القائبة لأنها تشبه الكعبة وقالب المعمول نقوم باستخدام سلوفان لن يلسق فيه نأخذ كعيب الكعبورة بالبات نحلها بسويب عين فارتحها ونضع الكعبورة بالتمر ونسكر عليها بما اني لا أستسلم في الحياة قاعدت نتعركين ويالي اللي سكرتها هكيكو حسيتها كبيرة جدا على القالب عملت كعبتين هكيكو بعد وليت النقص في التمر جتني قب نقوم بسيحة ننزل عليها بالبات نزل عليها بيدي تون وكيما تراو ومورها واضحة ونكمل الكل بنفس الطريقة نقص في التمر حتى اخرج لك شوية من البات نقص في التمر بالعكس كيما تراوه بقلو الولاني نسيتما صورتوه اضحة نقص في الفور على مئة وثمين درجة الفور خليتهم خمسة وعشرين دقيقة بالضبط بالفوق نضيفه وضيفه بعد أن يضيفه وضيفه وضيفه لا يوجد لون كوكو وضيفه ورائحة ورائحة هذا هو وصفتنا لليوم إن شاء الله تعجبكم وفي حلقة أخرى ووصفة أخرى وبسلامة